إن شاء الله سنتكلم عن درس مهم جداً عن أعراض ظهور الدم في البول و سنتكلم عن سراطان الكلة طبعاً سراطان الكلة أو سراطان الكلية يعاني الشخص في البداية سهولة النزف من الورم السراطاني الموجود في الكلة و يشعر المصاب بالألام شديدة جداً في منطقة الظهر هذه الأعراض و أيضاً يصيب سراطان الكلة عادةً الأطفال قبل السن العاشرة و طبعاً يعتبر أخطر سراطان الكلة موجود في الجسم عندما يرمز نسبةً إلى الطبيب الذي كان أول من وصف أعراضه و طبعاً علامات هذا المرض هو تضخم أحد جانبين البطن مع الشعور بألام شديدة جداً في منطقة و اضطرابات في عملية التبول مع نزول قطرات الدم في البول و هذا خطير جداً من الواجب استشارة الطبيب مباشرة و فحص المنطقة و فحص مخبري و فحص كمية خروج البول و أيضاً كمية خروج الدم و أيضاً من الضروري أخذ عينة إذا كان موجود ورام أو أمراض أخرى سوى عن طريق أخذ عينة جراحية أو أخذ عينة عن طريق أبرى معينة من الواجب أيضاً الحذر من هذا المرض وعدم التساهل معه أبداً إلى هنا انتهى الدرس كلاماكم الباحث خالد من سعاد الحليبي و إن شاء الله نشوفكم في ترس القادم ترجمة نانسي قنقر